هنروح ليه الموضوع التاني يعني موسم عشرين تلاتة وعشرين لو جبت اي حد في الشارع وسألته موسم عشرين تلاتة وعشرين بالنسبة للنادي الاهلي ايه او سنة عشرين تلاتة وعشرين لنادي الاهلي هيقولك موسم استثنائي للنادي الاهلي في كل شيء فريل اول في عدد البطولات في الانجازات خمس بطولات او ست بطولات تتكلم على الكاف هو بيقرم النادي الاهلي في محفل قري النادي الاهلي بيحصل على افضل نادي في القرى الافريقية افضل لاعب محترف داخل القرى او افضل لاعب داخل القرى بيرسيتاو افضل هدف تتكلم على هدف محمود كهربا في الهلال السوداني ف اي حد هتسأله هيقولك النادي الاهلي ومش مجملة ده بالارقام شفنا استفتاء جلوب سكر النادي الاهلي قريب ان شاء الله من جلوب سكر او خلاص النادي الاهلي هيكرم في حفل جلوب سكر دي كلها منصات عالمية واحتفالات عالمية بتتوج النادي الاهلي بمجهوده ده على مستوى كرة القدم طب لما تروح على مستوى العاب الصلاة تلاقي النادي الاهلي محتكر العاب الصلاة سواء وصل لكأس العالم الهندية في الهندبول في البسكتبول كمان فيه البطولات المحلية محتكر بنسبة 99% العاب الصلاة فاذا النادي الاهلي لما تتكلم او تتكلم معاي حد وتقول له موسم 20-23 هيقول لك ده موسم استثناء النادي الاهلي لكن لما تيجي او يجي احد احد المواقع المنتمية للمؤسسات الكبرى او احد المؤسسات الكبرى وهو عامل استفتاء وهو عامل استفتاء علشان يحط اسم النادي الاهلي مع بقية الاندية في مصر طبيعي لازم نادلها ليكسب لكن لما تشوفوا الاستفتاء وتشوفوا يعني طبعا تعرضونا كده يا جماعة وانا بتكلم اعرضونا ده عندنا هنا افضل محترف في الدوري في 20-23 لما تلاقي الاستفتاء كده ويقول المسلوسي 47% ومعلول متراجع 45% هو ده علم معلول هتلاقي اكثر اهدافا اكثر صناعةا للاهداف اكتر في عضل البطولات اكتر في كل شيء ده انت لو سألت المسلوسي نفسه هيقولك علي معلول ده بالنسبة لأفضل محترف طب ما ترونها افضل ايه تاني عندكم شوفونا علشان انا بتكلم النهاردة بواقع لما الكافي كرم النادي الاهلي جلوب سكر ان شاء الله يكرم النادي الاهلي كل الاستفتاءات النادي الاهلي افضل حارس مرمى في سنة 20-23 لما بعواد واخد 53% الشناوي 46% في مركز التاني الشناوي اللي كان في حفل الكاف بينافس على افضل حارس مرمى في افريقيا ياسين بونو والحراس العالميين لما يبقى هذا الموقع بالاستفتاء بتاعه وهو ينتمي لاحد المؤسسات الكبرى يبقى هو ده الاستفتاء بتاعه هل عنده كده مصداقية؟ هل المتابع والمشاهد يبقى عنده مصداقية؟ لهذا الموقع افضل مدرب علي ماهر 41% وكلر التاني 40% كلر اللي اخد ست بطولات مع النادي الاهلي رابع العالم وثالث العالم وكان قريب ايضا في حفل الكاف انه ياخد افضل مدرب افريقيا ده وقع يا جماعة هتقولنه افضل نادي افضل نادي في سنة عشرين تاتة وعشرين زمالك 62% والتاني الاهلي 37% ممكن اصدقهم الاهلي الليبي بقى او الاهلي اليمني هل ده وقعي؟ لما في سنة عشرين تاتة وعشرين سنة مميزة للنادي الاهلي موسم استثنائي ناس اشتغلت وناس تعبت مجلس ادارة تعب اجهزة فنية تعبت لعبين تعبوا يبقى هو ده الاستفتاء انا من هنا مش هقول اسم الموقع ان ده استفتاء مضحك يعني ده استفتاء مضحك ما ينفعش ان انا كمان اقول اسمهم على الهوى اتمنى يرجعوا هذا الموقع والاستفتاء بتاعه ان ده شيء فعلا مضحك وما فيوش اي مصداقية احترم المشاهد والمتابع عشان يحترمك كموقع تنتمي لاحد المؤسسات الكبرى